السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود تفاقمت الأوضاع في ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مثير ووصلت ذروتها أمس حينما قرر المؤتمر الوطني الليبي العام البرلمان إقالة رئيس الحكومة علي زيدان وأصدر النائب العام الليبي قرارا بمنعه من السفر لكنه تمكن من الفرار إلى ألمانيا تماما كما تمكنت ناقلة النفط الكورية مورنينج جولوري من الفرار من المياه الإقليمية الليبية إلى المياه الدولية بعدما شحنت بنفط ليبي مسروق قيمته 35 مليون دولار وفي حلقة اليوم نحاول فهم ما يجري في ليبيا والتحديات التي تواجه ثورتها في حوار مباشر مع الدكتور صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني الليبي أعلى سلطة منتخبة في البلاد وأستاذ القانون في جامعة طرابلس وذلك عبر الأقمر الاصطناعية من العاصمة الليبية طرابلس دكتور مرحبا بك أهلا وسهلا سيد أحمد مرحبا بك ومشاهدين الكرام ومشاهدي قناتكم الموقرة شكرا جزيلا وأبدأ معك بسؤال حول آخر التطورات الأسباب الحقيقية أولا للإطاحة برئيس الحكومة علي زيدان بسم الله الحمد لله وصلاة 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 بداية ما نفخر به نحن في ليبيا بعد هذه الثورة المباركة وبعد مرور عامين فقط من التحريض هو أننا نجحنا في المسار الديمقراطي ولعل خير آخر أدلة على ذلك هو هذا الاتجاه الذي اتجاه فيه المؤتمر الوطني كان تأخر قليلا ولكن بمجرد أن نجح المؤتمر الوطني العام في توافق بين أعضائه وكتله الحزبية والتنسيقية على أن يصل النصاب إلى مجموعة من القرارات كان من ضمنها رابعها كان ترتيبه الأول لكن هو مع ثلاث بند أخرى أن يكون سحب الثقة من الحكومة وهذا ليس وليد اللحظة إنما كان منذ أشهر والجميع يعلم أن هناك ملاحظات على أداء الحكومة نحن نعلم جيدا أن الظروف صعبة وأن المعطيات كثيرة وأن سقف طلبات الناس أكبر وأن الناس تأمل أن يكون هناك جهد مضاعف خاصة في هذه المرحلة وهذا معروف في ما يحدث في الدول بعض الثورات والأزمات فلذلك كانت كل هذه المعطيات توفرت وحقيقة إن كان لنا من قول فإننا نشكر السيد علي زيدان على استجابته لهذا الاتجاه الديمقراطي عندما استجابه بعد أن تم التصفيت على حجب الثقة وتنحى عن منصبه ونشكر السيد معالي وزير الدفاع رئيس الوزراء الآن المكلف على قبوله لهذه المسؤولية دعني أقول ونشكر أيضا السادة الوزراء وزرائنا في ليبيا الذين وافقوا وتحملوا المسؤولية مع السيد عبدالله الثيني رئيس الوزراء المكلف فهذه انتصارات تسجلها ليبيا وهي تحققت في رغم ما حصل ورغم أزمة الثقة التي حصلت بين الحكومة في رأسها وبين الحكومة دكتور صالح أنا تركت لك المجال حتى تجيب على سؤالي كلها انتهت في المسار الديمقراطي يا دكتور أنا تركت لك الوقت لتجيب على سؤالي فأخصت توزع الشكر شمالا ويمينا أنا سؤالي لك ما هي الأسباب الحقيقية للإطاحة برئيس الحكومة علي زيدان وأنا أعتقد جيدا أنني أجبتك بأن قلت لك كل هذه المعطيات أزمة الثقة التي حصلت بين الحكومة والثوار وأزمة الثقة التي حصلت في ليبيا بين المؤتمر والحكومة هذه لا ينكرها أحد حتى أنتم في قناتكم العالمية التي ليست قناة وطنية عادة تلاحظون ذلك وتعقبون على ما حصل هذه الأسباب التي تراكمت ووصلت بنا إلى هذه الأيام التي تواصلت في التوافق لحجب الثقة سيد الكريم نحن نعلم أن شيء إذا سمحت لسيد أحمد أنا قد أضرب لك مثالا وأنا في مجال القانون نحن دائما نعتبر التزام الطبيب هو التزام ببدل عناية وليس التزام بتحقيق النتيجة الطبيب عندما يعالج المريض لا يمتلك أن يجعله يحيا إنما هو يلتزم ببدل العناية اللازمة لشفاء المريض والأعمار بيد الله كذلك المؤتمر الوطني العام كان ينتظر من هذه الحكومة أن يلاحظ هذا الالتزام ببدل العناية ولعل هذا الذي لم يحصل الالتزام ببدل العناية اللازمة كان من الممكن أن يجعل المؤتمر الوطني العام بأفراده ومستقله وكتله كان يكون راديا ونعرف الأسباب التي قد تكون حالة دون تحقيق النتائج ولكن هناك أمور بسيطة قام بها المؤتمر الوطني العام سأعطيك الآن السبب مباشر أحد الأسباب المباشرة التي تسهل عنها يا سيد الكريم من بداية عمل المؤتمر الوطني العام في أيامه الأولى تنبه إلى أن ليبيا خرجت من ثورة تحولت إلى حرب واستمرت ثمانية شهور فأخذ المؤتمر الوطني العام يريد أن يوازن بين تحقيق الأشياء التي تجعل الثقة موجودة بين الشعب والسلطة متمثلة في المؤتمر والحكومة فأصدر على سبيل المثال قانونا بمنحة العائلة على سبيل المثال هذه المنحة لن تسمن ولن تغني من جوه كما تعلم منحة مئة دينار للطفل ولكن كنا نعلم جيدا أن شعب الليبي بعد هذه الثورة يريد أن تكون هناك أشياء تلمسهم مباشرة ليشعر بالتغيير ولكي يطمئن أن هناك دولة جديدة أصبحت تنظر إلى المواطن إلى حياته إلى احتياجاته قررنا ذلك ولمدة ست شهور بعدها لم يطبق هذا القرار اضطر المؤتمر الوطني العام إلى أن يصدر قرارا آخرا بإلزام الحكومة أن تدفع هذه المنحة للأبناء حتى يشعر المواطن بدولته وبدولة ليبيا الجديدة ومع ذلك صرفت في مرة واحدة ثم توقفت وأصبحنا حتى الآن حتى هذا اليوم وأنا جالس أمامك ما زلنا نسعى ونحط الحكومة على دفع هذه الأشياء التي كنا نتمنى أن تكون بشكل شهري وأنت بشكل شهري وهي كخطوة أولى فقط في سبيل تعديل مستوى الدخل للمواطن طيب يا دكتور إذا كانت الحكومة منذ ما يقرب من عام طب اسمعني يا دكتور يعني أرجوك نحن بنعمل حوار يعني أنا بسأل وحضرتك بتجاوب إذا كانت الحكومة منذ أكثر من عام لم تستجب إلى المؤتمر الوطني العام في شيء بسيط مثل هذا يتعلق بمعيشة الناس فماذا عن الأمور الاستراتيجية الأساسية ولماذا تأخرتم طوال هذه المدة للإطاحة بالحكومة وتغييرها نعم أنت تسأل وأنا أجيب وإذا أجبتك بالحقيقة فيجب أن ترضى بها في برنامجنا بلاحدة المشاهدين هم اللي بيرضوا مشان أنا ما برداش عن حاجة بمعنى المشاهدون هم الذين يرضون وأنا أمثلهم ونتفضل نعم الجانب المعيشي سيد نعم لا أنا أخلي بالك من سؤالنا سؤالي محدد هذا المثال الذي ضربته فقط ثم نأتي للجانب الاستراتيجي والأمني سيد الكريم نعم أنا أجيبك أتركني أجيبك سيد الكريم الجانب الأمني والاستراتيجي نحن نعلم أن ليبيا الثورة استمرت قلنا ثمانية شهور في سنتين ومع ذلك السلاح منتجر الجميع يعلم ذلك دمج التوار لم يتم بالطريقة الحقيقية أنا أرجع ذلك أنا شخصيا من خلال قربي في الرئاسة ووجود وحضور الاجتماعات أن أثر ذلك كان أحد أسبابه الكبيرة هو عدم الثقة الذي حصر من الثوار والذين أرادوا ودائما يكررون نريد أن نثق في حكومة لكي نسلم السلاح والسلاح مصنف إلى سلاح ثقيل ومتوسط وإلى سلاح خفيف السلاح الثقيل والمتوسط من السهل إن شاء الله في المرحلة القادمة الآن بعد أن وصلنا إلى هذه الأزمة دعني أقول فيما يتعلق بالوضع الأمني أن يكون من السهل وبتعاون الجميع السيطرة عليه بسرعة أن يكون تحت شرعية الدولة أن يستلمه الجيش أنه يراقب والسلاح الخفيف ولعل يضرب لك مثال آخر ولا تستعجل عليه فهذه فرصة للحوار في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية عندما كان الفرنسيون يدافعون بأسلحتهم عن أنفسهم أمام الهجوم ألمانيا انتشر السلاح هذا السلاح الذي انتشر في ذلك الوقت لم يمنع فرنسا من أن تبنى من أن تعيش الديمقراطية وأصبح الآن بعد أن تحررت فرنسا وبنيت فيها العمارات والضرق والمرافق والتأمين الصحي وكذا أصبح أجداد تركوا البعض ترك الأسلحة الخفيفة تعلق الأماكن أنا لا أدر مثال أنا أريد أن أوصل لفكرة بأن الخطورة ليست في انتشار السلاح الخطورة هي كانت في الثقة التي وجدت بين الثوار وبين الحكومة ممتلا في رأس السيد عزيدان الذي دائما كان يحاول وكان يحث أيضا على دمج الثوار ولكن نحن دائما كنا نسمع الثوار أنهم يقولون إذا وثقنا في الحكومة سنسلم سلاحنا الفراغ الذي عاش منه الليبيين الإحباط الذي كان بعد توقف في المشروعات عدم الإسراع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من السهل أن تصل إلى الثوار بسرعة بحيث ينتهي هذا الفراغ والإحباط ويسلمون أسلحتهم مقابل استلامهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحفيز هذا الذي حصل وهذه كلها أسباب تجمعت بالإضافة إلى ما تحددت عنه عن أسباب المعيشية العادية بالإضافة إلى ذلك كله تجمع وأصبح على مدى شهور نقاط خمس سهور ماضية نقاشات وحوارات كيف نصل إلى حجب الثقة وكان السيد علي زيدان بنفسه يقول إذا وصلتم إلى نصاب الذي يحجب عني الثقة وهو المية وعشرين وفق الإعلان الدستوري بلغوني إما أن أستقيل أو أنفد الإقالة لأنه يدرك جيدا أن هذه المعطيات التي قد تكون لدى البعض قد لا تكون عند البعض الآخر وعندما أيقن المؤتمر أنه أجمع واعتبر كل هذه المعطيات كفيلة بسحب الثقة عن الحكومة استجاب وتنحى بعد حجب الثقة وسلمت الحكومة لرئيس وزراء جديد نتمنى له التوفيق ونتمنى للوزراء الذين معه أن يعينوه وأن نصل بليبيا إلى بر الأمان إن شاء الله أنا تعمدت أن أتركك تتكلم حتى النهاية حتى أؤكد عليك وأنت تعرف طبيعة البرنامج أن تكون الإجابات قصيرة ومباشرة أنت شخص مسؤول فتصريحاتك وكلامك أرجو أن تختصر هذا لا أعرفها لكن شكرا على تنبيه لا أعرفها لكن شكرا على تنبيه أرجوك أنا مش عايز أقطعك لا تجبرني على مقاطعتك فأجاوب على أسئلات اللي الشعب الليبي بينتظرها كيف تمكن علي زيدان من الهروب من ليبيا رغم إصدار قرار من النائب العام بمنعه من السفر ما تحكي ليش قصة قاوبني مباشرة المؤتمر الوطني العام عندما أصى نعم مباشرة سيدك كريم المؤتمر الوطني العام عندما حجب الثقة عن الحكومة لم يقول أن علي زيدان مجرم حجب الثقة نتيجة للمعطيات قضية هروب أو جريمة هذه لا يظهر لملكها المؤتمر للموطني العام هذه يملكها النائب العام إذا كان لديها دل أو شيء وحتى الآن نحن لم يتبت لدينا شيء إنما حتى تقرير ديوان المحاسبة تقرير المشترك لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية التي فيه كثيرا من المخالفات التي قد تكون الآن أمام لجنة التحقيق في أجهزة الرقابة وأمام النائب العام هذه ستكون من اختصاص النائب العام الذي سيحدد الجرائم المالية إذا كانت هناك مخالفات ترقى إلى درجة أنها تصل إلى جناية أو غيرها إهدار مال عام أو إطلافية هناك قضايا دكتور اسمح لي كانت مفتوحة لأن يتم التحقيق عنها اسمح لي لأن السيد عليزدان كان عليه الحصانة اسمح لي أما قضية أنه اسمح لي بسؤال خلاص إذا ما يصل النائب العام إلى تجريم الفعل سيكون هناك مذكرات تجلب إذا كان متهم ستجلبه من أين مكان لو تبت أن لديه اتهاء يا دكتور لو سمحت النائب العام الآن بيقوم بشغله هو أصدر قرار بذلك أليست المهمة الأولى للمؤتمر الوطن الليبي هي المحاسبة محاسبة الحكومة تعيين الحكومة وعزلها ومحاسبتها هل بشكل مفاجئ اكتشف النائب العام الليبي أن رئيس الحكومة بعد عزله أصبح مدانا ومطلوبا ومن ثم اقتضى ذلك هروبه من ليبيا أين أنتم في المؤتمر الوطني لتحاسبوا الحكومة على هذه الأشياء اللي اكتشفها النائب العام فجأة المؤتمر الوطني ليس شرطة قضائية لكي يجروا وراء الأشخاص المحاسبة الحكومة أنشأ هذه الأجهزة أنشأ الأجهزة القناة أنشأ هذه نعم دوركم محاسبة الحكومة أنتم جهة رقابية أساسية على العمل الحكومة لأن هناك مخالفات نحن حاسبنا الحكومة لدرجة أننا حجبنا عنها الثقة نحن حاسبنا الحكومة لدرجة أننا حجبنا عنها الثقة وهذه المحاسبة القانونية أنت ليس نحن لسنا في المريقة أو في عالم آخر نحن في دول الديمقراطية المؤتمر يحاسب المؤتمر عزل وسحب الثقة لأنه اتجه أو توافق على أن هذه الحكومة عجزت عن توفير الأشياء المطلوبة وعن الالتزام ببدل العناية اللازمة في كثير من الأمور موجودة هناك من التقارير هناك أسباب تعلقت بالحقول النفطية كما تعلم لم يحدث فيها حل جدري من الحكومة تأخرت استمرت ثمانية شهور الذراع التنفيذي لهذه السلطة التشريعية البرلماني الذي يسمى في ليبيا المؤتمر الوطني العام هي الأجهزة الرقابية والنيابة العامة هي التي ستلاحق وتحقق وتتبت التهمة وتنفيها وتجعل له محامي وهذه الأمور هذا هكذا الناس يتساءلون وهكذا دولة المؤسسات ودولة القانون التي نسعى إلى بنائها لا أن نجري وراء الأشخاص ونقول نحن نسائل نحن حجبنا الثقة نحن طبقنا لإعلان الدستوري وهو الدستور المؤقت في ليبيا الآن وننتظر الجهات التنفيذية أن تمارس عملها الناس يتساءلون كيف استطاعت ناقلة النفط المسجلة في كوريا مورنونج جولوري جولوري من دخول ميناء سدرة البقاء أكثر من يومين اللي شحناها بالنفط العالم كله كان بتفرج على جريمة سرق على الهواء والآخر هربت كأن ليبيا دي ما فيهاش حتى طراد واحد تربيد يطلع القصة اللي بتحكيها الحكومة واللي رواها الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم قصة مضحكة وغير مقنعة حتى للأطفال هذا أحد الأسباب التي تجمعت وجعلت الموقف يكون هكذا يوم سحب ثقة الحكومة وهي هذه الفوضى التي حصلت في موضوع الباخرة باخرة تدخل تنتهك سيادة الدولة ثم تخرج لا نجد إلا الثوار الذين فزعوا وكانوا مشكورين واستقلوا القوارب لكي يقوموا بمحاصرتها ومحاولة استدراجها أو الاستلاء عليها حتى يتمكن النائب العام الاستلمة هذه الأشياء التي كانت وسجلت كضعف في الحكومة وفي أركان العامة للجيش وفي أركان البحرية وفي الأركان الجوية وهذا ما نناقشه هذه الأيام وستكون هناك قرارات جريئة وصادقة في سبيل عدم حصول مثل هذه الأحداث وكذلك في الاستمرار في المتابعة الآن النائب العام أصدر خاطب الشرطة الدولية وخاطب الجهات المعنية وعندنا تواصل مع كل السفراء وكل الدول خاصة عندما نقول أنه قد استدرجت السفينة أو سحبت أو ذهبت إلى أعالي البحار إلى خرجت من ستكون هناك مساعدات كثيرة ونشكر كل الدول التي تواصلت معنا واستجابت لأنها سيكون لها دور في القبض هل هذه الشحنة هي الوحيدة التي تم سرقتها من ليبيا في ظل أن حكومة ما يسمى بحكومة برقة تسيطر منذ شهر سبتمبر الماضي على الموانئ والمطارات في شرق ليبيا؟ هل هذه هي الشحنة الوحيدة أم هي الشحنة التي كشف عنها؟ بالنسبة لنا نحن في الجهات الرسمية في الموانئة للواطن العام وفي الحكومة هذه الشحنة الوحيدة التي ظهرت والتي بانت وإن كان هناك سرقات تتم في الخفاء لم يأتي أي تقرير لم يأتينا أي بيان من الجهات المختصة ومن كل الذين يتابعون لأن المؤسسة الوطنية للنفط عندها متابعات دقيقة وكانت أيضا ترصد البواخر التي تقترب وكانت هناك محاولتين في السابق وفشلتان نتيجة لأنه تم رصد البواخر وتم إبعادها فهذه السفينة نجعت في الدخول قد يكون هناك تآمر قد يكون هناك استغلال لظروف جوية قد يكون هناك تواطئ من بعض الجهات الرسمية وهذه التحقيقات جارية والآن نشكر مكتب النائب العام الذي فتح ملفا سريعا يريد تخاف في الشكر شوية يا دكتور من بعض الأقوال التي ستصل منك يريد تخاف في الشكر عملت وزع شكر للجميع الحمد والشكر لله أنت أيضا أشكرك أنت أيضا أشكرك على محاولة تكتبين الحقيقة ما الذي يقوم به المؤتمر الوطني الليبي العام بصفته الجهة الرئيسية المسؤولة أو أعلى سلطة موجودة في الدولة الآن للحفاظ على ثروات الليبيين من النهب والسرقة للحفاظ على ليبيا من الانقسام في ظل ما يسمى بحكومة برقة لمحاسبة لاختيار حكومة قوية تحقق أمال الشعب الليبي إيه الخطوات اللي خدتوها في ظل الكارسة الكبيرة اللي حصلت خلال الأيام اللي فات نعم أولى الخطوات كانت بالأمس وللأسف الإعلام ركزة على أحد النقاط فقط وهو إقالة الحكومة في سبيل ذلك وأيضا إجابة على سؤالك أو أسئلتك التي فعلا الإجابة كانت فيها يوم حجب الثقة وهي أولا في سبيل البحث عن حكومة قوية يتق فيها الثوار ويتق فيها المواطن الليبي بصفة عامة كانت سعي لتغير الحكومة ثم كانت النقطة الثانية وهي التأكيد على أن نظام المحافظات يطبق من الآن وأن ميزانية 2014 تكون موزعة على المحافظات وهذا نظام اللامركزي الإداري المعروف الذي جعلنا في أزمة الدعوة إلى الفيدرالية والسيطرة على الحقول وغيرها هذا الذي تعطلت في الحكومة وكان أحد أسباب حجب الثقة عن الحكومة وكان أحد أسباب تقييمنا لأداء الحكومة الغير ناجح لأنها تأخرت في تطبيق قانون المحافظات والبلدية قانون الحكم المحلي كان منذ المجلس الانتقالي الذي كان قبلنا كان هذا القانون جاهز وكان يجب أن يتم تطبيقها لكي يشعر الناس فعلا بقرب الخدمات وبتوزيع الثروات وبأن كل شيء موجود في محافظته في بلديته يطمن المواطنة هذا لم يحصل حتى الآن الآن فقط هذه الأيام قبل شهر ونصف وشهرين بدأت الحكومة في تطبيق البلديات وأوقفت شغل المحافظات وأرادت أن تبدو بلديات فقط حدثت فوضى حقيقة في تطبيق قانون المحافظات كان السيد علي زدان يرى أن يعين تعيين كان نصف عضان مطمت تقريبا عارضوا أن يكون بالتعيين وأرادوا أن يكون بالانتخاب وكانت هناك هذه الأشياء القرارات التي اتخذها المواطنة ونوطن عام في سبيل الحيلول دون وترضية الناس بأنه ليس بالضرورة أن تنادي بالفيدرالية بهذه الطريقة الغير قانونية الطريقة القانونية للفيدرالية هي صندوق الاقتراع هي الدستور أن تشارك في الهيئة التاسيسية أن تقنع زملائك الستين في الهيئة التاسيسية بأن الفيدرالية هي النظام المطلوب وليست بالاستلاع على الموانئ أو الحقول أو المطارات إنما عن طريق الديمقراطية عن طريق الدستور من عكاسات تطبيق يا دكتور دكتور لو سمع من عكاسات الآن تطبيق قانون المحليات هذا على استقرار الأوضاع في ليبيا ستكون له عكاسات إيجابية بكل تأكيد لأن نحن نتحاور مع الجميع نحن نتواصل مع الجميع أعضاء المنطق أعضاء المناطق في المناطق العام يرون أن كل الأزمات وأغلبها و70% مما حصل في ليبيا هو التأخر في تنفيذ قانون المحافظات والبلديات قانون حكم المحلي جعل البعض ينادي بالفيدرالية جعل التدمر جعل الإحباط جعل عدم الثقة جعل هناك مركزية مقيتة عانى منها الجميع يعني حكومة برقة هذه الآن ستتراجع أمام الصلاحيات التي يمكن أن تأخذها أو يأخذها إقليم برقة في ظل قانون المحافظات والمحليات نعم نحن نرجع ذلك خاصة أننا نتحاورنا مع الكثير منهم وهم دائما يطالبون بتطبيق نظام اللامركزي لأن سيد الكريم اسمح لي في دقيقة حتى لدرجة نختلط في أدهانهم واستغل استغلهم البعض فالبعض يتحدث لهم عن الفيدرالية على أساس أنها نظام إداري ولا يميزون لهم عن اللامركزية الإدارية وهي النظام الإداري أما الفيدرالية هي نظام سياسي في تشكل من أشكال الدول كما تعلم هناك الدولة البسيطة هناك الدولة المركبة فعندما نتحاور معهم يقولنا نحن نريد الحكم المحلي وكذا وينادي بالفيدرالية يقولنا له هذه الأمور تتحقق بنظام اللامركزية الإدارية أما الفيدرالية هي لامركزية سياسية لأن اللامركزية سياسية هي عبارة عن دول تتجمع دولات تكون دولة واحدة حتى علماء القانون الدستوري وعلماء العلوم السياسة عندما تحدثوا عن ميزات الفيدرالية تحدثوا عن دولات صغيرة تجتمع وتشكل دولة اتحادية تستمع فيدرالية لم يتحدثوا هنا إيجابيات فيدرالية أما أن تأتي لدولة واحدة وتقسمها فلن تجد إلا السلبيات لماذا هي سلبيات؟ لأن الحدود من الذي سيحدد الحدود؟ من الذي سيحدد النسبة من الذي سيسمح أصلا بتحقسم يا دكتور من الذي سيسمح انت الآن بتتكلم عن فرضية من المفترض ان كل الليبيين يقفوا ضدها فمش محتاجة تشرح لي مفترض ان احنا نقول ان لن يسمح بتقسيم ليبيا نعم هذا الصحيح لم يسمح بتقسيم ليبيا الثوار الذين تنادوا مع بنغازي وقالوا وانتفضوا عندما بدأ الثورة في بنغازي كان هدفهم هو ان تعيش ليبيا واحدة موحدة ولو كان غير ذلك لكان ارده بما ارده القدافي ايام الثورة عرض ذلك قال لتنفس المنطقة الشرقية ولنبقى والجميع رفض وقالوا ليبيا واحدة واحدة ويجب ان نحيا جميعا او نموت جميعا هل سيستطيع رئيس الوزراء الليبي المكلف وزير الدفاع عبدالله الثني بالقيام بما عجز عنه علي زيدان في رد هيبة الدولة المركزية واعادة الامور الى نصابها اسمع منك الاجابة بعد فصل قصير نعود اليكم بعد فصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع نائب رئيس المجلس المؤتمر الوطني الليبي الدكتور صالح المخزوم ابقوا معنا اهلا بكم من جديد بلا حدود على الهواء مباشرة مع نائب رئيس المؤتمر الوطني الليبي على سلطة حاكمة في البلاد الدكتور صالح المخزوم حوارنا حول الاوضاع القائمة في ليبيا واقالة رئيس الحكومة وهروبه بعد اصدار قرار من النائب العام بضبطه واحضاره التغييرات الهائلة الموجودة في ليبيا هروب سفينة النفط الكورية هل سيستطيع رئيس الوزراء الليبي المكلف وزير الدفاع عبدالله الثيني بالقيام بما عاجز عنه علي زيدان في رد هيبة الدولة المركزية في ليبيا سمعتني يا دكتور ولا أود عليك السؤال نعم سؤالي لك نعم 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 فقط السؤال نتمنى نعم هذه الحكومة الآن كما تعلم حكومة تسيير أعمال برئاس السيدة عبدالله الثاني نحن نتق في قدراته حقيقة وفي شجاعته ووطنيته وكان معنا وكان وزيرا للدفاع ونعلم جيدا أنه تحصل على توافق كبير حقيقة بين أعضاء الموت من أعضاء العام بكتله وهذا ندل على شيء فأن الجميع متفائل بأنه سيستطيع إن شاء الله هل هناك مؤامرات خارجية على ليبيا تجري أم أن الصراعات الداخلية بينكم وعدم التوافق والتجازبات هي السبب في كل ما يجري الآن وفي تأخير تحقيق أمال وطموحات الشعب الليبي أنا شخصيا كنائب جاءت بالأقدار أنا كنا نائبا للرئيس ودخلت على الرئاسة على السياسة دعني أقول سريعا أو بمعنى جاءت بالأقدار لا أؤمن بهذه الفزعات ولم ألاحظها حقيقة وإن كانت هناك بعض الإشكاليات وبعض المعطيات الدول لا تستطيع أن تتفق أو أن على وطن واحد الدول كل دولة لها مصالح ما يحدث في العالم اليوم هو فعلا رغبة في تبادل المصالح في استقرار الكل يريد ليبيا أو الأغلب أو الذي يفضل أن يستفيد من ليبيا يستفيد منها دولة مستقرة تكون معها تعاقدات تجارية تعاقدات في الاقتصاد تعاقدات في الاستثمارات الخارجية في تبادل المصالح في نقل التكنولوجيا هذا ما نؤمن به لا نؤمن بهذه الفزعات كثرت هذه الفزعات لكن نحن نتق جيدا أن الليبيين في الداخل هم الذين يستطيعون أن ينفوا كل ذلك وأن يكونوا يدا واحدة في سبيل قضاء على هذه المخاوف وهذه الفزعات التي كل الدكتاتوريات القديمة التي الآن أصبحت تنهار الواحدة والأخرى كانت دائما بهذه الفزعات هذه مؤامرة وهذه دولة وهذه أخرى طب إذا لا تؤمن بالمؤامرات إذا لا تؤمن بالمؤامرات يا دكتور إلى أين انتهت قصة الانقلاب المصرحية السينمائية التي قام بها خليفة حفتر قبل أسابيع انقلاب انقلب على العاقيبي بدليل أن قد تكون هناك مؤامرة الجميع المؤامرة تأتي من الداخل عندما تتحدث عن حفتر أنت تتحدث عن ليبي وهو حاول الانقلاب سواء طميعا أو سواء حاول الانقلاب إزاي؟ هذا أمر أثبت الليبيين كل اللي حصل إعلان سينمائي عن انقلاب كان نعم نعم كان انقلاب إعلامي على أحد القنوات وانتهى بفضل الله سبحانه وتعالى أين خليفة حفتر الآن؟ أليس مطلوبا من السلطات الليبية؟ نعم عليه أمر بالقبض والجميع يبحث عنه أما تعتقد أن دولة خارجية يهمها لا تستقر الأوضاع في ليبيا هي التي دفعت حفتر للقيام بهذا الانقلاب في حالة الفوضى التي كانت تعيشها ولازلت ليبيا؟ أنا شخصيا دائما أؤمن بالحقائق وبالوقاعة التي تكون أمامي أو الحقائق اللي أمامك دكتور على معطيات تجعلني أقول ذلك لكن ما أراه أنا المطامع كثيرة قد تكون المطامع المطامع وليس المؤامرات المطامع قد تكون داخلية وخارجية وقد يحتد ذلك نعم قد يطمع البعض في أن يكون من يحكم ليبيا موال له أو قريب منه هذا أمر معروف على مدى التاريخ هل هناك محاولات لإعادة الضغط على المؤتمر الوطني الليبي حتى يغير أو يزيل أو يلغي قانون العزل السياسي الذي تسعى قوة كثيرة من أجل إلغائه حتى تعود لوجهة السلطة في ليبيا؟ هنا نأتي للإجابة على هذا السؤال وفيه إجابة على سؤالك السابق هنا كانت حقيقة إن كنا نود تسميل بالمؤامرة هنا كانت المؤامرة الداخلية وهي أن من اعترضوا على العزل السياسي حقيقة ومن أساء لهم قانون العزل السياسي ومن أضر بهم قانون العزل السياسي هم الذين حقيقة أصبحوا يبحثون عن وسائل أخرى أو طرق أخرى لجعل ليبيا فوضى هذا لاحظت أنا شخصيا ولاحظت أن هناك قنوات إعلامية وطنية قادتها ورؤساءها ومدراءها ومذيعيها أصبحوا يقودون البلد إلى فوضى بمجرد أن اعتمد قانون العزل السياسي درجة أن مالكي هذه القنوات أصبحوا يفاوضون سياسيا وطلبوا مباشرة من الكتل السياسية أنه إذا ألغي قانون العزل السياسي سنتوقف عن قضية لا للتمديد وسنتوقف عن الكرت الأحمر في قناة كذا وسنتوقف عن العدات في القناة كذا ولكن ولم يكن أمام الكتل ولم تكن الكتل متشبتة بتلك الحدة بقانون العزل السياسي إنما قال لهم لا تربطوا لنا قضية عبارة لا للتمديد وقضية قالت الحكومة بأنكم تجبروننا الآن على النغل العزل السياسي حتى تقولوا لنا أننا بمجرد أن تعدلوا قانون العزل السياسي وتضعوا فيه استثناء شركاء الثورة الحقيقيين أو أنكم تلغوا قانون العزل السياسي في هذه الحالة سنتوقف عن المهاجمة الإعلامية وعن استعمال أن تكون قنوات تهاجم الشرعية فكانت فكرة الكتل في المواطن العام أن قالوا لهم أجروا موضوع العزل السياسي في موضوع لوحده مستقل عن القضايا الحساسة التي الآن نحن فيها متعلقة بحجب الثقة عن الحكومة وبإعداد خارط طريق هنا يتم الحديث عن العزل السياسي عندما لم يحصلوا على التوقيع على تلك المذكرة التي أعدت استمرت القنوات في تهيجها لغاية العام هذه الأزمة الدستورية وأين أنتم اسمح لي هنا دكتور دكتور الآن الإعلام في مصر كان أحد الأدوات التي ضربت منها الثورة المصرية والتي أطاحت بالرئيس المنتخب وبغيره بسبب العجز هناك عن استخراج التشريعات التي توقف هذا التطاول الذي يتم بالمال السياسي كما يقال أنتم جاءها تشريعية مسؤولة الآن عن حماية الثورة الليبية لماذا لا تحصنوا الثورة الليبية بالتشريعات بدلا من التباكي والقول أن هناك من ينفق الأموال لسبب لماذا لا تصدروا التشريعات التي تحافظون بها على ثورة الشعب الليبي وتترك الآن الفرصة لمجموعة من أصحاب الأموال يستخدموا تلك الأبواق لكي يهدموا الثورة الليبية هذا ما حصل سيد أحمد والآن تهدم الثورة الليبية بالمال الفاسد بقنوات بنيت بالمال الفاسد ثلاثة أو أربع قنوات سيطرت على المشهد وأصبحت هي السلطة الأولى في ليبيا وليست الرابعة مزاجا نحن تعلم أننا نسمي السلطة الإعلام بالسلطة الرابعة مزاجا مقاراتهم بالتشريعية والتنفيذية والقضائية الآن في ليبيا السلطة هي الإعلام السلطة الأولى وللأسف المؤتمر الوطني العام غفل عن ذلك وعجزة أيضا عن توفير قناة تتحدث باسمه كنا نعتقد أن كل الليبيين مع ثورة براير وأنهم لن يترددوا في أن تكون قنواتهم تحمل لسان حال ليبيا وتتحدث عن الحقائق لا نريد من يزين عمل المؤتمر ولا الحكومة لكن كنا نتوقع أن تكون هناك حقيقة إذا بقنوات أنت سيد الكريم أنت إعلامي وقناتكم الموقر العالمية معروفة لا توجد قناة تكون مسلطة في هدف واحد وهي التي تتحدث وهي التي تأمر وهي التي تحدد وتقول وتقرر القناة يجب أن تنقل الرأي والرأي الآخر للأسف هناك كارثة أيضا وقعة فيها المؤتمر الوطني العام وهذه قد تكون مفاجئة في قناتكم أقولها يسمعني على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي الناس المؤتمر الوطني العام لا توجد لهم إذن يوم مستقلة عن الحكومة للأسف الشديد الجميع يعتقد أن المؤتمر وطن العام كيف ميزانيتكم هي جزء من ميزانية الحكومة كيف إذن تديرون الحكومة وتحاسبون الحكومة ليس هذا فحسب إزاي هاتحسب الحكومة وزيدة سلطة رئيسية والذي تفاجأنا به عفوا يا دكتور نعم وهذه الكارثة التي وجد المؤتمر الوطن العام نفسه فيها نعم الميزانية الآن ميزانية المؤتمر الوطن العام تصرفها الحكومة مكافآتنا تصرف لنا من الحكومة هذه كارثة وضعنا فيها المجلس الانتقال الذين أحييهم هؤلاء الرجال الذين نشكر لهم دورهم في قيادة ليبيا هتشكرهم على إيه حطوكوا في ورطة وبتشكرهم كمان نشكرهم أنا أنا أشكرهم على موقفهم في ثورة فبراير وعلى سبقين طب خلينا الوقت بعيد عن الشكر اسمعني يا دكتور في كارسة دعني أكمل دعني أكمل في كارسة في ليبيا في كارسة وضعوا ميزانية المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي وضعت ميزانيته تحت ميزانية الحكومة الحكومة تلك سابقة وفي ذلك الوقت كان هناك تآلف وانسجام وثورة قريبة لماذا لا تغيروا التشريعات نفس الميزانية الآن فقط في 2014 سنغير هذا التشريع لمن سيأتي بعدنا وهنا أناشد الليبيين أن لا يخطأوا مثل هذا الخطأ من سيمتلنا ليبيا في الهيئة التاسيسية وفي البرلمان القادم لا يجعلوا ميزانية كما كان يعملها القدافي كانت ميزانية ما كان يسمى في اللجنة الشعبية العامة وهي جهة تنفيذية في ليبيا خليني في المصيبة دي الأول يا دكتور لو سمح كان يسمى مؤتمر الشعب العام وكان القدافي يصرف أمواله بالهاتف فجاء المجلس الانتقالي استمرى نفس الطريقة التي أنجعل ميزانية السلطة التشريع تحت الحكومة المراقب المالي في وزارة المالية هو الذي يتحكم في سيلة الأمور المالية إزاي الحكومة إزاي أن تمشين بالعكس وعزين ترهضوا بالبلد يعني هل يمكن أن الرئاسة تخذ رواتبها من الحكومة هذا عكس هذا ما حصل هذا ما حصل وأثر على لماذا لا تصدرون تشريعا وأنت رجل قانون الآن اسمعني رئاسيا قويا ولم نستطيع أن ننشئ قناة تتحدد باسم الدولة أنا ما أقول لكش قناة تتحدد ما حدش أتفرج عليها ما حدش أتفرج على الإعلام الحكومي هذه أولا في عندكم مصيبة كبيرة باسم الدولة أنتوا كمجلس وطني أنتوا كمجلس أكمؤتمر كرئاسة أنكم تخذوا رواتبكم من ميزانية الحكومة هذه كارثة كبيرة لازم تحلوها بسرعة هذه أول نقطة ثاني نقطة سؤالي لك حول هذه القنوات التلفزيونية هي ميزانية خصصة للمؤتمر ولكنها تحت تحت في ميزانية الحكومة وبمراقب مالي للحكومة وهذه هي الفكرة هي استقلالية نسبية وليس التامة أن تجعل مبلغ للمؤتمر ولكنه ينفذ بنفس الطريقة وكأنك إدارة من إدارة الحكومة حتى إذا احتجت إلى مبلغ إضافي أو ميزانية الطوارئ يجب أن توافق عليها الحكومة نحن من يقر الميزانية نحن من يعطي حتى الميزانية الضافية ولكن دائما هي تحت الحكومة هذا خلل يجب تفاديه الآن في ميزانية 2014 السبب الآخر سيد الكريم هو أن لجنة الإعلام عندنا فعلا فشلت أو تأخرت في إقرار قانون ينظم الإعلام والآن وعدوني أنا شخصيا مهتم بهذا الجانب وأتابعهم ليلة نهار لدرجة أنني أعددت رسالك من الرئاسة وكان بعلم الجميع في الرئاسة أننا خاطبنا وزير الإعلام بأن يعد مشروعا للقانون لأنه تأخر فيه وزير الإعلام مشروعا وهذا من اختصاص الحكومة أن تعد مشروعا لتنظيم الإعلام هو سؤالي لك هل هذه القنوات التي تقولون إنها وتأخرت فيها أيضا يا دكتور هل هذه القنوات التي أنت الآن تقول هي تهدم في الثورة وبالمال الفاسد وغيرها من الأشياء التشريعات والقوانين التي أخذتها أخذتها من أمريكا ولا من الحكومة الليبية لماذا لا تصدرون التشريعات التي تحافظون بها على الثورة وتنظمون بها الإعلام بالشكل الذي لا يكون فيه ديكتاتورية ولا يكون فيه استخدام للمال الفاسد لهدم الثورة كما حدث في مصر نحن نحترم الإعلام الحر الصادق القانوني الذي يعمل بتشريعات ما يحدث في ليبيا الآن كارثة سيد الكريم الآن نحن نعمل المسؤول هو المؤتمر الوطني العام أمام الشعب الليبي وليس أصحاب هذه القنوات قنوات سيد الكريم أمام الشعب الليبي وأمامك وأمام شعوب العالم قنواتنا الآن في ليبيا غير شرعية تعمل بدون قانون هناك يأتي إلى وزاة التقافة يعطوه إذن مزولة كأنه سيفتح يعني أنتو بلد فوضى من النهاية السفينة تيجي تتملي نفط ولا أخلاق مهنة يا دكتور السفينة تيجي تتملي نفط وتهرب القنوات التلفزيونية من غير قانون وبتطلع وتهدم في الصورة اللي عايز يعمل أي حاجة بيعملها اللي عايز يعمل جمهورية في الشرق بيعمل واللي عايز يعمل حكومة برقة بيعمل واللي عايز يعمل أي حاجة والدنيا فوضى وإنتو المؤتمر الوطني اللي للشعب انتخابكو انتو المسؤولين عن كل الفوضى دي نحن نعم بحدود مسؤوليتنا هذه التشريعية لكن نحن شركاء الحكومة عندما تنتخب حكومة لا تخلط الأمور الأمور التنفيذية عندما تتحدث عن الباخرة هذه تقوم بها الحكومة وتتابع وأركان وجوية الأمور التشريعية المؤتمر الوطني وهنا نرجع لأزمة الثقة بين الكتل عندما تسيطر كتلة معينة على لجنة الإعلام في المؤتمر وتريد أن الأمر يسير هكذا وتتأخر في عرض مشروع قانون ينظم الإعلام ونحن نصبح نعارض ونتحدث ونتكلم هذه نعترف بها لماذا فشلت كل الخطط والمشروعات الأمنية تسمعوني يا دكتور هل تسمعوني الآن سنتصل بك مرة أخرى وأذكر المشاهدين الذين يرغبون في التواصل معنا بأنني أستقبل تساؤلاتهم عبر تويتر وكذلك يمكنهم التواصل معنا ومتابعتنا عبر فيسبوك أحمد منصور أيضا على بريد البرنامج وعلى تويتر الخاص ببلع حدود وأشاهد على العصر دكتور تسمعوني الآن يعني إذا كانت الدنيا في ليبيا فوضى فنحن بنحاول أن نحن قدر المستطاع أن نستشف ونستكشف ما يحدث هناك لأنها مسئولية الجميع أيضا مسئولية القوى الثورية مسئولية الحكومة مسئولية المؤتمر الوطني الليبي العام لعل الدكتور صالح كشف شيئا خطيرا الآن هو أن ميزانية المؤتمر الوطني الليبي هي جزء من ميزانية الحكومة وليست ميزانية مستقلة يعني الرئاسة والأعضاء الذين من المفترض أن يحاسبوا الحكومة هم يتقادون رواتبهم من جزء من ميزانية الحكومة والمدقق المالي هو مدقق من الحكومة هذه أيضا كارثة أن القنوات التلفزيونية التي تعمل في ليبيا تعمل بلا قانون وبلا تشريع وتواصل الهدم عن ما سماه المال الفاسد في ليبيا فهذه أيضا قصة أخرى أنه لا يوجد أي قوانين للتشريع لضبط الإعلام في ليبيا وأن هذه القنوات تسمعوني الآن يا دكتور ما نعرفش من اللي أطع الخط لكن هو إن شاء الله يسمعني في الأخير يبدو أن المعلومات التي قالها لا ترضي بعض الأطراف على أي الأحوال هذه التصريحات تعتبر أشياء مهمة جدا وتستدعي فهم ما يجري في ليبيا أصبحت الآن جاهزا وتسمعني يا دكتور كان سؤالي لك لماذا فشلت كل الخطط والمشروعات الأمنية في ليبيا حتى أن المؤتمر الوطني الليبي نفسه عاجز عن حماية نفسه تعرض أكثر تعرض أكثر تسمعوني الآن جيدا نعم تعرض أكثر من مرة للهجوم وتعرض حتى بعض أعضائه في الأسبوع الماضي أو الذي قبله جرح بعضهم ونقل للمستشفيات يعني إذا كانت الفوضى الأمنية في قلب الرئاسة الليبية فما بالنا بالحياة العادية الموجودة بين الناس الموضوع هذا هو كل ما تقوله الآن هو ملخص لسؤالك الأول وهو عن أسباب حجب الثقة عن الحكومة كل هذه الأسباب لدرجة أن سيد الكريم عندما يحدث لنا هجوم على المؤتمر ونتحدث مع بعض أعضاء الحكومة ليس يقول لهم حقيقة ونقول لهم أين علينا هجوم أين التأمين أين شرطة أين الداخلية أين قوات الدفاع يقولون لنا وأين أمنكم الرئاسي هذا أيضا خلق أزمة ثقة بين المؤتمر الحكومة الحكومة فصلت نفسها عن المؤتمر واعتبرت أن المؤتمر شيء وهي شيء لا تريد أن تؤمن المؤتمر لأن المؤتمر عنده مجموعة من أفراد قلة لا يتجاوزون الـ 200-300 كأمن رئاسي مهمتهم حماية المقر وقاعة المؤتمر بشكل بسيط وبإمكانيات بسيطة وبميزانية بسيطة والمليارات بتاعة ليبيا فيه تفهم جيدا أن مهمتها تأمين نعم والمليارات عند الحكومة توقعنا أن تحمي ليبيا بالكامل وأن تحمي مقرات المؤتمر وأعضائه لأنها مؤسسة تشريعية هي السلطة الحاكمة في الدولة بموجب الإعلان الدستوري وهي التي ترسم السياسة العامة في الدولة الحكومة ولعلها متمثلة في رأس ولا أدري إلى أعلم فهموا خطأا أن المؤتمر شيء والحكومة شيء أن نحن لا نؤمن المؤتمر المؤتمر يؤمن نفسه بنفسه ونشأت وتكاملت هذه النقطة مع النقاط الأخرى المتعلقة بما خلق أزمة حقيقية ولكن الآن هناك اتجاه كبير إلى أن يتم تقوية الأمن الرئاسي وأنه يكون هناك دعماً مباشراً وواضحاً من وزارة الدفاع ومن الداخلية بعد أن تتم حلحلة أمور متعلقة بميزانية هل ستعلنون عنها سابقاً والأزمة التي كانت حاصلة؟ هل ستعلنون عن انتخابات نيابية مبكرة وفي أسرع وقت الإخراج ليبيا من هذه الحالة؟ نعم نعم أحد القرارات الأربع الذي لم أصله وهذا أوصلتني إليه القرار الرابع الذي صورنا عليه أننا الآن أعلننا عن انتخابات مبكرة ينتخب برلمان وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى استجاب المؤتمر الوطن عام لحراك الشعبي الذي نادى بأن يريد سلطة تشريعية أخرى وكان هناك خلاف بسيط بين الأعضاء فيما يتعلق بهل يكون انتخاب برلمان فقط برلمان فقط وهو يختار الرئيس بطريقة غير مباشرة يكون رئيس بطريقة غير مباشرة عن طريق برلمان أو نختار برلمان وكذلك في نفس الوقت تختيار الرئيس بالطريق الانتخاب المباشر وهذا التوافق وصلنا إليه أن يكون برلمانا وهو الذي يقرر هل سيتم انتخاب الرئيس من البرلمان أم أنه سيجعل هناك انتخابات رئيسية متى الانتخابات البرلمانية في ليبي؟ وقد صوتنا على ذلك وانتهى الأمر الآن غدا سيتم بإذن الله سبحانه وتعالى في اليومين القادمين سيتم تكليف لجنة بعدار قانون الانتخابات وستسلم في نهاية شهر مارس قانون الانتخابات إلى المفوضية وستبدأ المفوضية في انتخابات البرلمان الجديد حددتم موعدا للانتخابات البرلمانية؟ حددتم موعدا للانتخابات البرلمانية؟ حددنا موعدا للمفوضية أنها بمجرد أن تستلم القانون الآن في نهاية شهر مارس عليها أن تبدأ في الانتخابات البرلمانية وعلى البرلمان الذي سينتخب أن يحدد خلال 45 يوم هل سيجعل هو رئيسا للدولة من داخل البرلمان يختاره البرلمان أم أنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية فكلها الآن حددت بأرقام وبتواريخ ولله الحمد والمفوضية ونشكر هنا وأمامكم ومن خلال مباركم الإعلامي هذا السيد العبار الذي تراجع أو الذي نتمنى أن يتراجع حقيقة عن استقالته ويستمر معنا في المرحلة القادمة وهو الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أنشأ وانتهينا من الانتخاب الهيئة التاسيسية التي خلال أيام سيتم أيضا تكملة النقص الذي حصل في بعض المناطق التي لم يتم فيها انتخابات أيضا من النقاط التي صوتنا عليها وهو ما يتعلق بالمكونات وهو ضمان تمثيل التفعيل الموجود المكونات ممتلة في الهيئة التاسية التي تستطيع الدستور وصوتنا بالتوافق وأن يكون ما يتعلق باللغة والهوية بالتوافق مع هذه المكونات وبذلك سيلتأم شمل الستين عضو سيلتحق أعضاء التب والأمازيغ والطوارق بالهيئة التاسية عن طريق انتخابات تكملية ستجرى في الأيام القادمة وبهذا تكون المرحلة الدستورية تكاملة التي وضع من أجلها المؤتمر الوطني العام دكتور هتحب تشكر حد تاني قبل مختم أحب أشكرك أنت وأتمنى لو كان في مزيد الوقت لأتحدث لك عن قضية الأزمة الدستورية أو ما يسمى إذا كان هناك دقيقة لو تسمح لي لم يعد هناك للأسف الوقت انتهى فالأزمة الدستورية دي محتاجة حلقة لوحدها على هذا المنوال أشكرك شكرا جزيلا أنا بقلب أشكرك هنا شكرا جزيلا يا دكتور صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني الليبي على مشاركتك معنا اليوم ونأمل أن يكون مشاهدونا قد ألموا ببعض جوانب المشكلة القائمة في ليبيا ونتمنى للحكومة الجديدة أن توفق في انتشال ليبيا مما هي عليه وللشعب الليبي أن يحقق آمال ثورته في الختم أن أقول لكم تحياتي فريقي البرنامج من الدوحة هنا أحمد منصور ومن ليبيا من ترابلس الزملاء هناك وأحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته